النهاردة عندما يقال والناس في حيرة هو الأهلي حيفتح باب الترشيح ولا لا وعلى أي ليحة وبعدين في لدة الأندية ويقال أن المهندس محمود طاهر قال على الاسترشادية وإحنا رفعين قضايا لازم أقفله لازم أحييه مش عيب أنك أنت في الآخر تعمل القرار اللي فيه حماية للمكان بتاعك وامضي في قناعتك زي ما أنت عايز الذين يريدون أن يدفعوه إلى المزيد من العناد بيغمروا بمصالح النادي الأهلي الناس بتقولي من معسكر الثاني هو ضاي صح أن الرئيس النادي مش عارف يرجع في كلامه هي مش يرجع في كلامه هي حسابات مصلحة الأهلي فيه المجلس ده كلها شهره حيعتبر خلاص مدته انتهت فما فيش حد يبرع في كلامه هنا هو بالصدفة في اللحظة دي أمين على النادي الأهلي وعلى انتخاباته فعندما يقول أنا هروح للإسترشادية هو كده رغم أنه مش عجبه الكلام ده إلا أنه بيحمي النادي الأهلي من أنه يتعرض لمزيد من المواقف الصعبة أو العقوبات التي قد تؤثر على مستقباله مستقبل